الميتافيرس هو عالم موازي للعالم الذي نعيش فيه الآن عالم فضاء رقمي فقط يعيش في شبكة الإنترنت وفيه تكونون في شخصيات تسمى أفاتار هذه الشخصيات تمثلكم في ذلك العالم الآن سأجرب أمامكم كيف ندخل إلى العالم الافتراضي الميتافيرس وستشاهدون معي كيف أبدو في هذا العالم أو ربما أختار كيف سأبدو في هذا العالم ولاحقا ستعرفون لماذا دخلنا إلى هذا العالم وما الذي نريده من وراء ذلك في هذا العالم الافتراضي هذه الغرفة الجميلة زي المكان وماذا في الأعلى هنا حوض من الأسماك لك المرآة هنا أشاهد نفسي أمام المرآة دعوني أبدأ بتغيير الحذاء يرتدي شيئا رسميا ربما أو جينز لا أعرف ماذا نرى إنه جيد هذا هو تغيير الشكل الآن أعتقد أن هذا الزي مناسب لترندي أكتر ربما نبقى به لا نعرف إن كان سيسمح لنا أن نرتدي قبعات في ترندي هذه القبعة قبعة نابليون لا أعتقد أن البرنامس سيبدو جيدا مع قبعة نابليون هذه لكن ليس كل شيء في العالم الافتراضي الميتافيرس جميلا ففي العالم الافتراضي في العالم الافتراضي يمكن أن تحدث أشياء مؤلمة ومزعجة وقبيحة كأن تتعارض إحدهن للاغتصاب مثلا هذا حصل فعلا ففي سابقة تاريخية تحقق الشرطة البريطانية في قضية اغتصاب فتاة مراهقة لما تتجاوز السادسة عشرة من عمرها اغتصاب لم يقع تحت سقف أو في غرفة وحتى إن جسد الفتاة المراهقة لم تمسسه يد حدث في الواقع في الميتافيرس بحسب صحيفة دايلي ميل دخلت الفتاة الضحية إلى غرفة مع عدد كبير من المستخدم الآخرين طبعا دخلت إلى غرفة في الميتافيرس في الواقع الافتراضي وهذه رسومات هي رسومات توضيحية لأن الشرطة تتحفظ على نشر هوية الطفلة بعد دخول الطفلة إلى الغرفة الافتراضية اعتدى عليها عدد من الرجال البالغين عمليا اعتدوا على شخصيتها الرقمية الافتراضية أو الأفاتار وللتذكير فإنها لم تتعرض لأذى جسدية على أرض الواقع أو حقيقة لكن المحققين يقولون إن هذه الطفلة عانت من الصدمة النفسية والعاطفية ذاتها التي يعاني منها أي شخص تعرض للاغتصاب في العالم الحقيقي وذلك لأن الغرض من تصميم الواقع الافتراضي هو الإحاء بشعور مماثل للواقع وفي رده على هذه الحادثة قال متحدث باسم شركة متا المالكة لهذا الفضاء الافتراضي متافيرس الذي كانت فيه الطفلة وأيضا هي الشركة المالكة لفيسبوك واتساب وانستجرام قال إن هذا النوع من السلوك ليس له مكان على منصتنا ولهذا السبب لدينا حماية تلقائية لجميع المستخدمين تسمى الحدود الشخصية والتي تبقي الأشخاص الذين لا تعرفهم على بعد بضعة أقدام منك ووسط مخاوف من صعوبة الملاحقة القضائية حذرت هيئة التحقيق في حماية وإساءة معاملة الطفل من أن الميتافيرس سيفسح المجال أمام المجرمين والمعتدين لارتكاب جرائم مروع ضد الأصال وقال أحد كبار الضباط المطلعين على القضية إن هذه الطفلة عانت من صدمة نفسية مماثلة لتلك التي قد يعاني منها شخص تعرض فعلا لاغتصاب الجسدي مشيرا إلى وجود تأثير عطفي ونفسي على الضحية أطول أمدا من أي إصابات جسدية